السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وطبعيني الأعزاء في قناة نانية لايف النهاردة معينا رسالة للمطارد أو المطاردة الرسالة هتكون خاصة سواء من الناحية العملية أو من الناحية العاطفية أتمنى منكم ما تنسوش دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب اللي مشتاكش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس لكله عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله وحبا نواه اللي حابب قراءات خاصة أو استشارات موجود تحت في صندوق الوصف حساب الانستجرام الحجز من خلاله من الناحية العملية بالنسبة للمطارد أو المطاردة طبعا الرسالة دي عامة ممكن تنطبق على البعض وليس الكل أن البعض حاسس في الفترة الحالية أنه بيمر بحالة في نقص من النجاح أو تطوير الزاد مش حاسس بالنجاح والتطوير اللي هو عمله أنت محتاج أن أنت تطور نفسك أكتر محتاج أنك تاخد قرارات على الأرجح أنها قرارات كبيرة بس لازم تاخدها في القريب العاجل ربما تكون مش عارف إمكانيات نفسك فحاول أن أنت تعرف إمكانياتك لأن فيه فرصة جاية لك في العمل غير متوقعة في الطريق ليك فحاول كمان أن أنت تجهز لها أو فيه عمل على طريق سفر ممكن يكون فيه سفر ممكن يكون فيه دراسة ربما أن أنت هتدرس في مكان غير مكانك أو بلد غير بلدك الحالية ربما أن أنت هتخرج لمكان آخر للعمل محتاج كمان أن أنت تاخد وقت من التفكير وقت من الاسترخاء عشان تقدر تقرر قراراتك تكون صح فبعض الأحيان بنتحرك بسرعة كبيرة في حياتنا المهنية على افتراض أن السرعة دي هتساعدنا في الوصول للإنجاز المطلوب ولكن بتكون بدون توجيه واضح ونهج صحيح غالبا ما بيؤدي لنتائج عكسية فاخد بالك عشان كده بنقول استرخى وحاول تاخد وقتك في التفكير كويس الرسالة هنا أنها تحذرية شوية محتاج أن أنت توقف الجهود الكبيرة دلوقتي واستمع لقلبك وركز على هدفك أنت بحاجة لوقت مستقطع لمراجعة أعمق للي أنت قمت بيه والأنشطة اللي أنت عملتها كلها في حياتك المهنية فحاول أن أنت توقف دلوقتي وتبتدي تركز وتاخد قرار صح بعد التفكير العميق خد بالك أن أي تغييرات هتقوم بيها في الوقت الحالي هي هتكون تغييرات إيجابية إن شاء الله لك حاول أن أنت بتقلقش خالص إذا لم يكن الأمر دلوقتي على ما يرام فده مش النهاية لا لست فيه قطوات إيجابية ليك وفيه تغيير إيجابي ليك ولكن حاول تسمح لذاتك العليا بإعطاءك المعلومات إيه دي وقت في التأمل واسأل سؤالك لذاتك العليا وأكيد الملائكة هتبتدي تبديك إشارات أو تكون هيبتدي يديك إشارات ويرد عليك حط في دماغك أن كل اللي بيحدث دلوقتي هو مجرد خطوة على الطريق وتأكد أن كل شيء هيكون على ما يرام في النهاية كتير ممكن يكون عنده أحلام كبيرة جدا وشايف أن هي ما بتتحققش بس ده ما يعنيش أن هي مش هتتحقق لا حاول أن أنت ما تبصش للوراق يعني حاول أن أنت لا تنظر للخلف ركز على التحرك للأمام اتحلى بالصبر شوية مع تطور الأحداث اللي بتحدث معاك ابحث دايماً بداخلك بعمق للعصور على مزيد من الشجاعة أنت لسه مازال عندك وقت لمتابعة أحلامك حان الوقت دلوقتي لتضع قدمك بقوة وإنت تسعى وراء أهدافك خلي توكيدك اليوم أنا أركز على ما أريد أو مش شرط اليوم ده بس لا خلي توكيدك ده عموماً من ضمن التوكيدات الإيجابية ليك اللي هو أنا أركز على ما أريد كمان البعض من المطاردين والمطاردات هيكون عندهم استرجاع حقوقهم بس حاول أن أنت تكون هادي جداً البعض منهم كمان من المطاردين والمطاردات هيبتدي يخرج من علاقات سامة في حياته كمان عليكم الحذر من أي شخص يكون بيعمل ضدك من وراء ظهرك سواء في العمل أو سواء حتى في علاقة رومانسية يعني لو دخلت علاقة عطفية لو لاقي إن الشخص مغري قوي وممكن يكون مهتم بيك بس تخد بالك إن هو بيهتم بيك لفترة قصيرة جداً وده اللي أنا قلت عليه إن معظمكم ممكن يكون في علاقات توكسيك أو علاقات كرمية الفترة الجاية هيكون عندك قوة داخلية وهيكون في تطور بس حاول بقدر الإمكان إنك تكون مرن وعليك الحذر من أي عدو يكون حوالين منك دايماً اسأل سؤال هالرغبتي بتتحكم فيها؟ لماذا أرغب في الأشياء التي أفعلها؟ اسأل الأسئلة دي إلى أي مدى سأذهب للحصول على ما أرغب فيه؟ اسألوا نفسكوا الأسئلة دي وحاولوا تحطوا ليها إجابات التوقيت ده مهم جداً جداً إنك تحط فيه مخطط ليك وأهداف وتسعى ليها كمان في الوقت ده رحلتك أكثر أهمية بالنسبة لك حاول كويس جداً إنك تواجه مخاوفك لأن هنا هتزداد قوة ما تنتظرش من حد إن هو يسد احتياجك أو إن هو يعمل لك عملية إغاثة ليك دايماً كمان أعرف التساؤل الذاتي لنفسك اللي هي بتقول لنفسك أفكاري هي تدافع وراء اختياراتي دايماً كيف يمكنني استخدام أفكاري لعلاج نفسي محتاج كمان إن أنت تسق في حدسك الحاجة إلى التفكير إلى التأمل إلى إنك تقعد بمفردك وتتواصل مع الذات العلية تأكد إن أنت عندك دعم من ملاكك الحارس ممكن كمان تعمل نشاط تأملي إنك مثلاً تكتب تلات مخاوف عندك اكتبهم على ورقة وغمض عينيك وتخيل إن المخاوف دي موجودة معاك دايماً وتخيلهم كويس جداً واحد وراء الآخر هم تلات مخاوف بس وكأنك بتصير جوه حديقة والحديقة دي حط وراء منك المخاوف دي اسمح لهم بالبقاء خلفك وابدأ في المضي قدماً وحاول إن أنت تطلق صراحهم والخيار ليك في الآخر إلا إنك تطلق صراحهم ولا لأ بس عايز أقولك إن في التخلي التجلي لازم تكون شجاع ولازم تكون عندك ثقاف نفسك بالنسبة للحياة العاطفية بالنسبة لكم البعض محتاج دلوقتي إنه يجمد العلاقة شوية ويخليها بردة يعني زي ما بيقولوا بالمصر كده حطها في الفريزر شوية لأن ما فيش شيء دلوقتي بتقدر إن أنت تغيره في الوقت الحالي فهيكون من الأفضل ليك إن أنت تسيبها مش تسيبها خالص لأ تتركها كده كما هي وبعد كده لما تجي لك الفرصة ابقى أعمل أعادة تنشيط ليها لما أنت تكون أساساً مرتاح نفسياً وزهنياً من الممكن جداً إن البعض منكم يكون بيتعلق بالشريك والتعلق ده بيعيق الحب وما بيخليش العلاقة تمضي في طريقها بالعكس بيوقفها وبيعرقلها وبيحصل فيها مشاكل ممكن جداً إن أنت تستغل التوقيت ده إنك تجمد العلاقة وبعد كده تشتغل على نفسك في فك التعلق لازم تعرف كويس جداً إن كل ما بنحاول نمسك الشيء للأسف ببنقدرش نمسكه صح وبيفلت مننا أو لما بتحاول تجري ورحد معين أو شخص معين هتلاقيه بيجري منك حاول إن أنت تتعاهد بالحفاظ على ذاتك والتحرر والتأمل والتحديات البعض منكم عنده تغيير مفاجئ وسريع وتطور إيجابي في علاقته العاطفية وهيكون فيه تواصل مع الشريك وهيكون فيه مقابلة مع الشريك قريب جداً بشكركم رسيه جداً لكم أتمنى منكم تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته